السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد كيف كتشوف إخواني أمامكم ماروك فوكس أمبلوى غخيت دي زاجون لوجيستيك دي بيتونس في كازابلونكا صالير ما بين 4000 حتى 6000 درهم شهريا إذن أخواني بالنسبة لهذا العمل هذا اللي ستخدم في المجال الترانس بوري لوجيستيك المطالبين ووكالاء دي الخدمات اللوجيستية في مدينة الضارف إذن أخواني بالنسبة للمسيون المهام أو المسؤوليات دي هذا البوست هذا يمكن لكم أنكم تقرأوا هذه المهام هذو توقفوا الفيديو وتقرأوا هذه المعلومات هذو وكاد إذا يعني هكوي بوانتاج وغيفاج وفيريفيكاسون دي إياه ديكلاراسي يعني من كل ما له علاقة مع اللوجيستيك وترانس بوري. يعني هع هتكونوو كمسؤولين على اللوجيستيك والترانس بوري. إذا بالنسبة إخواني المهام اهم هذو الدول. غادي نشوفوا الآن بنسبة للي بروفيل روشيخشي يعني عشنو ما اللي ديبلوم. أولاً لنفعل الإخير في الكراب للإجابة الاجتينية ترون الإساحة هناك انهاء الأول يعاني طافي البقى الأولى ترون الإجابة بلاد البقاء الأولى انا أولاً لنفتر لحضره أنه تروننا إجابة الاجتينية ميتيه اه ترانسبورد لوجيستيك في السكتور اكتيفيتين انت يتخذ السكتور ديال ترانسبورد لوجيستيك كي السيرويس اه بوست يعني يتكون عندك باك بلس دو في لوجيستيك يعني كل ما له علاقة مع لوجيستيك و ترانسبورد دفع لهذا العمل هذا اخواني اللي غدي تخدم في مدينة الدار البيضاء بالصرير اللي هو كي يتراوح ما بين اربع الاف درهم حتى الستالاف درهم شهريا وبالنسبة اخواني النفو ديالالكسبيريونس اللي هما طالبين هم في هذا العمل هذا طالبين ما بين عام حتى الثلاث سنين في هذا المجال ديال لوجيستيك بالنسبة كذلك للغة طالبين اللغة الفرنسية والمكان ولا المدينة اللي ستتخدم فيها مدينة الدار البيضاء اذا ندوم المعلومات اخواني هذا هو البروفيل اللي يخصلك انك يكون عندك يعني باك بليس دو عندك باكالوريا زائد سنتين لكن لك شاهدة في اللوجيستيك اللي كتكون فيها عند علاقة مع التحونس بور اللوجيستيك تكون عندك هاد الشهادة هذه وكذلك تكون عندك واحدة الاكسپيريونس في هذا المجال كااا كواكيل الخدمات اللوجيستية كواكيل الخدمات اللوجيستية والوثائق اللي غدي توجد اخواني انك تصوب واحد سيفي يكون سيفي خاص يعني في معلومات ديالك والشواهد ديالك وتجربة ديالك مهنية وكذلك تدير واحد يعني تاخد هذا البقالورية ديالك وكذلك الديبلوم ديالك وتسكانيهم صفرهم ديال بPDF وترسلهم اخواني في هذا المايل اللي هو يعني هذا هو الايميل اللي ادرسي في المعلومات ديالك آآ يعني مترشح لهذا العمل هذا اللي غادي تخدم كاجون لوجيستي يعني كوكيل ديال الخدمات اللوجيستية في مدينة الضربدة غادي ترسل المعلومات ديالك والواتي ايق ديالك فهذه الميرادة سي بوان كازا ارو باسك فورس امبلوا بوان ما كنتمنى لكم اخواني التوفيق ما تنسى وردوا ترسل اللايك وتشتركوا في قناة وتحلو زر جرس باش توصلوا بالجديد ديالك في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة